انتهت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية بنتائج مفاجئة على مختلف الصعود فكيف أصبح شكل البرلمان الفرنسي الجديد؟ أتألف البرلمان الفرنسي من 577 مقعدا مقسم وفق الانتخابات الأخيرة على 245 مقعدا لتحالف معا الذي يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون و135 مقعدا لتحالف اليسار 89 مقعدا للتجمع الوطن اليمين المتطرف وأخفق عدد من الوزراء في تحقيق الفوز من بينهم وزيرتا البيئة والصحة وفق إعلان سابق للحكومة الفرنسية سيترتب على هؤلاء تقديم استقالاتهم في ردود الفعل على النتائج رأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية تشكل خطرا على البلاد وقالت بورن أن حكومتها ستعمل من أجل تشكيل غالبية لضمان الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في المقابل أشار زعيم المعارضة اليسارية جان لوك ميلانشون إلا أن خسارة ائتلاف ماكرون للغالبية المطلقة فشل انتخابي لماكرون نفسه وقال ميلانشون أنه وضع غير مسبوق تماما وأن هزيمة الحزب الرئاسي تامة وتعهدت زعيمة حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين لوبان بممارسة معارضة حازمة ومسؤولة وفق تعبيرها وأكدت أن نواب حزبها سيمارسون دورهم باحترام المؤسسات أما في التبعات السياسية لهذه الانتخابات ومع عدم تحقيق أي حزب للغالبية يرجح المحللون أن تدخل فرنسا في حالة من عدم اليقين السياسي والخلاف على تقاسم السلطة أو أن تواجه حالة من الشلل المطول والتي قد تؤدي ربما إلى إعادة انتخابات البرلمانية فقد الرئيس الفرنسي وحلفاء هذه الغالبية المطلقة في البرلمان الجديد وبالتالي ستعتمد قدرة ماكرون على مواصلة الإصلاح على تمكنه من حشل المعتدلين من خارج تحالفه وراء أجدته التشريعية